بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع شابتر 6 ال-positive displacement pumps عايزين نتكلم النهاردة على النوع الرابع اللي هو البستون بامبس البستون بامبس تنقسم لعدة أنواع منها النوع الأكسية البستون بامبس وفيه الرادية البستون بامبس فيه الأكسية البستون بامبس فيه نوعين أساسيين النوع الأول وده بيعتبر والنوع الثاني وده بيعتبر خلينا نبدأ بالنوع الأول وهو علشان نفهم عمل هذا النوع نبص للصورة اللي قدامنا دي هنجد فيه زي بلوك كده البلوك ده لو جينا بصناله من الجنب هنلاقيه فيه مجموعة من الفتحات بعدد البستون اللي موجودة في هذه البامب وفي كل فتحة من دي فيه بيستون وموجود زي البستون اللي قدامنا ده البستون ده قابل للحركة دخولاً وخروجاً أو صعوداً وهبوطاً داخل البلوك كده البستون ده بيبقى الطرف بتاعه مربوط فيه بليت زي البليت اللي قدامنا ده وهذا البليت يسمى سواش بليت هذا البليت قابل لتغيير الميل بتاعه بزاوية معينة فممكن يكون ليه زاوية كده زاوية ميل ولتكن اسمها سيتا نتيجة هذا الميل لو بدأ القرص اللي موجود جواه البستون دي في الدوران في هذا الاتجاه طبعاً هو بياخد بيسحب البستون معاه معنى أنه يسحب البستون معاه معناه أن البستون هتبدأ تتحرك مع حركة الدوران دي ولكن مجبرة على الدخول والخروج لأن هي مرتبطة بالبيليت اللي برة فكلما زاد الميل ده كلما البستون المشوار اللي بيمشيه جوه السيلندر بيبقى أكبر تحت البلوك ده بيبقى فيه مكان الدخول ومكان للخروج فالمنطقة اللي هنا أثناء يعني بيتم وضعها بحيث أن يكون وجودها أثناء صعود البستون لأعلى يبقى البستون هو رايح لأعلى بيكون موجود في هذه المنطقة في هذه الحالة بيبدأ يسحب زيت عشان يملأ فيه يملأ السيلندر بتاعته وبعدين أثناء هبوطه مرة أخرى بيكون فوق هذه المنطقة فيبدأ يدف الزيت اللي سحبه ويخرجه تاني طيب لو الميل ده تغير يعني مثلا خلينا البلد ده مائل بزاوية صفر ساعتها البستون مش هيكون عنده أي مشوار يقدر يعمله جوه السيلندر يعني مش هيدخل ولا هيدخل وفي الحالة دي بتكون الديسبلسمنت بتاعت البمب صفر البلد ده اللي هو بيسمى سواش بلد دي صورة بيتوضح لي الحركة بتاعت السواش بلد لو البستون موجود بهذا الشكل اهو بهذه الزاوية فبتكون الديسبلسمنت بتاعته صفر زي القيمة دي صفر لأن ما فيش أي مشوار بيعمله البستون أما لو عملنا أي ميل زي ما احنا شايفين كده ممكن أحصل على ديسبلسمنت أعلى كل ما بتزيد الديسبلسمنت أو المشوار اللي بيمشي البستون جوه السيلندر كل ما كان الديسبلسمنت اللي بيخدها أكبر ولذلك هذا النوع يسمى سواش بلد بمب لأنه بيعتمد على حركة البلد ده وهذا النوع يعد فاريابل ديسبلسمنت بمب لأن حركة البلد دي يمكن التحكم فيها أثناء تشغيل البمب وبالتالي تغيير الديسبلسمنت أو تغيير الحجم المزاح من البمب أثناء التشغيل دون الحاجة لوقف البمب أو تغيير أي جزء فيها النوع التاني ويسمى بنت أكسز بيستون بمب زي ما احنا شايفين واخد ميل كده الأكس بتاعه واخد ميل وطبعاً هذا الميل بيؤدي إلى نفس الفكرة الخاصة بالسواش بلد أن البستون في المنطقة دي بيكون داخل أما في المنطقة دي بيكون خارج فيبقى في منطقة سحب هنا بيتم وهو بيطلع لفوق منطقة بيحصل سحب وهو بينزل لتحت بيحصل طرد وبالتالي بيتم عمل سحب وطرد أثناء حركة البمب أو أثناء تشغيل البمب لكن هذا النوع ميل البنت بتاعه الميل ده ميل سابت يعني زاوية الميل هنا دي بتكون سابتة غير قبلة للتغيير ولذلك هذا النوع فكرته نفس فكرة السواش بلد بالزبط ولكن فكسد ديسبلسمنت لأنه لا يمكن تغيير الميل ده النوع اللي بعد كده وهو الراديا البستون بامب وطبعا واضح من الاسم أنه بتكون الحركة بتاعة البستون في اتجاه الريدياس زي ما احنا شايفين هنا فيه زي كامة الكامة دي بتدور وفيه موجود عليها البستون زي هي بالشكل ده دي كلها مجموعة بسات فحركة البستون بتكون جاية في اتجاه الريدياس زهابا وقيابا بالشكل ده طبعا نتيجة وجود الكامة دي وعدم موجود اكسنتريستي فيها فنتيجة الدوران بتضغط على البستون تخليه يطلع لفوق أو تخليه ينزل لتحت فلو جينا بصينا مثلا لحركة هذا البستون هنجد أن أثناء هبوطه لأسفل فبيتم فتح الفلف اللي هنا فيبدأ يحصل سحب للزيت في هذه المنطقة ثم أثناء عودته مرة أخرى يتم فتح هذا الفلف وغلق هذا الفلف فيحصل طرد للزيت في هذا النوع تسمى الراديال بستون بامب طيب إزاي أحسب الديسبلسمنت اللي بيتم إنتاجها من البستون بامب إحنا زي ما اتفقنا الميل بتاع السيلندر هو أهم شيء أو الميل بتاع البليد ده اللي هي زاوية سيتا دي هي دي المتحكمة في كمية الزيت اللي بيتم سحبها وضخها في اللفة الوحدة فالمفروض الديسبلسمنت اللي بيتم من البستون هتساوي إن اللي هي عدد البستونز الموجودة في باي في دي سكوير على أربعة اللي هي الديامتر الخاص بالبستون فيه اللي ستروك المشوار اللي بيمشيه البستون هذا المشوار يتغير زي ما اتفقنا بتغير سيتا فلو حبينا نحسب المشوار ده قد إيه هنقدر نحسبه من النتان سيتا هذا الميل بتساوي S اللي هو الستروك طول المشوار على الديامتر اللي هي الديامتر دي بيسموها البستون سيركل ديامتر يعني لو بصينا من هذا الاتجاه هنلاقي شكلها زي دايرة كده ودي مجموعة البستينز الموجودة عندنا فلو عملنا سنتر لاين هنا كده فالقطر الدايرة دي هو ده البستون سيركل ديامتر